الثاني الحق مع زميله لابد أن نتعاون على طلب العلم كان السلف الصالح رحمهم الله يتعاون في طلب العلم يتذاكر العلم فيما بينهم المؤمن مرآة أخيه ينصح له لا يفضح مجالس السلف كانت عامرة بذكر الله لم يسمع قط في مجلس من مجال الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى لا غيبة ولا نميمة كان الداخل إذا دخل إلى مجلس الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى يتذكر الآخرة الثالث حق مع كتابه أولا لا يمكن أن تطالع وتنظر وتقتني إلا الكتب الموثوقة التي أوصى بها العلماء لا يمكن أن تقتني كتب أهل الضلال لا يمكن أن تطالع في التوراة في الإنجيل لا يمكن أن تطالع الكتب التي فيها الشبهات الكتب التي تذكر ما كان بين الصحابة من القتال والفتنة بعض الطلاب يختار بنفسه ويطالع كتب لا يطالع كبار العلماء أي كتاب تقتنيه؟ أي كتاب تشتريه؟ أقل شيء تقرأ في الكتاب مقدمة الفهر الكتاب وفارسة الكتاب حتى تعرض محتوى الكتاب المقصود ليس جمع الكتب الكثيرة يتفلقه وأتك عليه بركاتها كتاب هذين يتفلقه؟ لا المقصود أن تضبط هذه الكتب التي اعتنى بها العلماء؟ علماء السلافات تقرأت كتاب لأي تقرأت الإنسان نعم نعم نعم